اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام اهلا بحضرتك معنا قادرين على ان احنا نتخلص ونقضي تماما على فيروس C2020 تمام اقول لحضرتك حاجة منظمة الصحة العالمية وده كلام مش كلام اسامة منظمة الصحة العالمية ده هي 2020 قريبة وحضرتك موجود ان شاء الله معنا لا لا انا بكلمك الاول عشان نقول هل احنا حنقدر لا مش حنقدر معشان نقدر نازم نقول احنا فين احنا فين احنا النهاردة عندنا تم القضاء على جميع القوام الاتذار خلاص الدواء بيتباع العلبة في السعودية بتباع بـ 45000 در نفس الدواء بيتباع في مصر هنا في السوق بـ 900 جنيه بيتباع في وزارة الصحة بـ 430 جنيه خلاص وزارة دي للمريض مجانة طب ممكن سؤال بسيط نفس الدواء طالما ان هو نفس الدواء وبـ 900 جنيه في مصر اه ليه في السعودية بـ 45000 ريال عشان حضرتك احنا في مصر عندنا نوع من اللي هو يسموه مرض متوطن فاحنا استخدمنا جميع امكانياتنا وجميع حقوقنا الدولية علشان نقول ايه ان انا هجيبت مادة الخام وقدر اصنعها وصنعناها بما يمثل الدواء الاجنبي لا سؤالي مش كسر اقولي سؤالي سؤالي ليه السعودية بتستورد دواء وبتبيعه لمواطنيها بـ 45000 ريال مع انها ممكن تستوردوا من مصر مش بـ 900 جنيه بـ 5000 جنيه اه لان هنا ممكن يكون في بعض الموانع زي الحمال فكري يعني ممكن يكون الدواء الاجنبي اللي هو بتاع الشركة الامريكية لا يصرح لنا ان احنا بان احنا نصدر عشان كده احنا بنعمل حاجة اسمها ايه؟ السياحة العلاجية صح ولا غلط؟ دكتور انت على علم ان في حاجة اسمها السياحة العلاجية انا على علم ان فيه سياحة العلاجية ايه فكرة السياحة العلاجية؟ يعني حراك عايز تقولي ان فيه مرضى سعوديين بيجيوا ياخدوا الدواء من مصر وما بيستخدموش الدواء اللي بـ 45000 ريال اللي السعودية بتدعم مواطنيها في علاج هذا المرض؟ لا اولا حضرتك عشان تكون يعارفة العصر الزهبي عشان كل ده سهل اثباته انا عش في المناطق دي كلها انا عش في المناطق لما كان الدواء والامكانيات الدولة تسمح بالانت بتقوليه في مصر المرض ده موجود عندنا بنسبة اكبر مهي موجودة في افروفيا والدول اللي محددها مشاكل صحية وتلوث في المياه وفي الهواء وكل شيء؟ مصر تتميز يعني مش تتميز يعني نسبة انتشار المرض في مصر من اعلى دول العالم فيه دول مثلا في اوروبا هتبقى مثلا نصف في المية واحد في المية فيه المرء الفيروس ده ليه كذا تصنيف جيني فيه ادوية ممكن تبقى ليه دكتور احنا من اعلى دول العالم ما انا قلت لحضرتك احنا عندنا هنا يقال ان بالاسناء علاج البلهاريسيا ده ساعد يعني البلهاريسيا كانت منتشرة وكنا من اقوى دول العالم واجبارها في هذا المرض بقى؟ لا البلهاريسيا منتشرة فاحنا بنعالج البلهاريسيا عن طريق حون الترتريك اللي كانت بتاخد ايوا ده اللي كان عندهم بالهاريسيا خلاط مات وشبعه وموت من زمان لا انت بتكلمي على السيرنجة اللي هي تنتقل ده اللي انت لو انت طبيب اسنان لو طبيب وعندك بطاية السي ولا تعلمي ان عندك بطاية السي مش ممكن تعديلك تلاتين اربعين واحد؟ ممكن الحلاء اللي هو بيحلق بالموس مش ممكن يجيلوا واحد عنده حمل للمرض يخش ورامنه ميت واحد يحلقه يرنقل لهم المرض؟ طيب انا قلت ان خفرتك ده دي كلها وسائل انتشار الواقع عندنا بيقول ايو بس وسائل انتشار الناسجة من ايه؟ اسمحي انا قدامي واقع انا ببدرس اشوف احنا وصلنا هو مش دور الشركات المفترض الشركات العالمية اللي بتشتغل في مجالات متخصصة يكون عندها دور اجتماعي والدور الاجتماعي ده بيقول ان الوقاية خير من العلاج صحيح ان حضرتك عايز المرض عشان تبيع دواء اكتر وتكسب لان مصلحة الشركة بتقول ان انا لازم يكون عندي ارباح هل ارباح الدواء تجاوزت ارباح تجارة السلاح والمخدرات زي ما بنسمع والله يبص يعني هو بيقال على المستوى العالم ان شركات الادوية العالمية ارباح او حجم تجارة الادوية قد يفوق حجم تجارة المخدرات والسلاح قد ممكن نبقى واحد اتنين واحد لكن بمقدمة الصناعات المعروفة عنها انها لها حجم مالي كبير لكن في نفس الوقت هل ده منطقي وواقعي يعني هل انا كمواطن المفترض مسئولية تعليمي وعلاجي لما امرض لأي سبب ما لما ما يكونش عندي فلوس ان انا ابقى سلعة لشركات الادوية سواء عالمية او سواء محلية هي اللي بتتاجر بمرضي او المفترض ان انا اموت لان ما عنديش فلوس اشتري دواء مين اللي تاجر بمرضي يعني لما ارباح صناعة الدواء في العالم تبقى ارباح خيالية لسلعة المفترض انها قصة بالمرض هذا ربح الربح ده بيصرف علشان اعمل اكتشافاتي ادوية جديدة عدرك تعلمي كده لا انت تعلميش يعني النهاردة انت عارف النهاردة علشان اكتشف دواء الدواء واحد يكلفني يكلف اي شركة عالمية قدية فوق الاثنين مليال دولار عشان اكتشف دواء وقدامي فترة عشر سنين علي ان انا استعيد كل ما صارفته على مش بس الدواء ده يعني احنا شركة كشركة عالمية بنقول ان انا عندي حوالي عشر مستحضرات تحت البحث ممكن على اخر السنة ولا واحد فيهم يعدي ولا واحد فيهم يبقى جاهز للطرحة في السوق لاسباب علمية واسباب اثار جانبين هل ده المفترض يكون مسئولية شركات الدواء ولا مسئولية الدولة لا شركات الدواء هي المسئولة عن الابحاث علشان تطلع ادوية جديدة تعالج الامراض الموجودة كل شركة بيبقى لها اختصاصات مثلا في شركة تقولك ايه احنا بتوع امصال ولقاحات انا بشركة تانية متخصصة في ادوية السراء اللي هو ابحاثها موجهة في نطاق معين في شركات شغالة في كل الانواقها الادوية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر